اللي عمر بيه أحد الأسئلة المصارع على السوشيال ميديا وأعتقد يعني بزي ما بيقوله كده فالد بوينت يعني سؤال محترم ألا وهو أن أداء نادي الأهلي موسم اللي فات غير تماما أداءه الموسم الحالي نادي الأهلي فنش تقريبا وإن كانت الزاكرة تسعفني تقريبا العلامة الكاملة في كل البطارات تقريبا بالضبط طبعا غير السوف الأفريقي في بداية الموسم تمام في تعثر في أداء نادي الأهلي سواء فيه محليا أو إفريقيا شايف إيه اللي حصل إيه اللي جاب الجاب اللي حصل ما بين نادي الأهلي نسخة الماضية ونادي الأهلي نسخة الحالية طيب خلينا نكمل بابنة تهيت إليه جزء منه حد ترتيش الجزء الثاني الأهلي يا أستاذ ركوهي مش بيقابل نفسه فيه فرق بتلعبه يعني أنت بش نازل كسبان يعني أنت بش نازل 1-0 ليك ثم بعد كنا بستني الثاني والثالث فيه فرق أنت بتقابلها مع اختلاف كوالة اللعيبة واختلاف أفكار المدربين فبالتالي الأهلي أو عفوا المنافسين بيبتدوا يدرسوا الأهلي السنة دي آخر أربع ماتشات بعد خروج الأهلي من سانداونز من دور التماني الأهلي لعب المقولين العرب ثم سيراميكا ثم الجونة ثم سموح قبل ماتش الشامبيونزيج طيب الأهلي السنة اللي فاتت كانت جودة بتاعته أنا أنا بصنع فرص كتير قوي لكن ترجمت الهدف قليلة كان فيه رعونة في تضيع الفرص كان فيه إهدار كان فيه تصرع كتير السنة دي بقى وبداية الموسم بتحصل العكس أنا عاجز عن صناعة الفرص الاثنين صراح الاثنين يعني من ضع صناعة الفرص وتسجيل أو تفنيش الفرص بص خلينا نتفق أن الهدف بيجي كرة بشي مسابة كرة تعدي خط المرمى الهدف بيجي نتيجة حالات كتيرة منها أن أنا أقدر أصنع فرص صناعة الفرص يام اللعب المفتوح ياما من كرة سبت ياما كرة سبت أو كرة متحرك الأهلي السنة دي أو بدأ بلاش كلمة سنة دي إن لسه بدأ اعتبر بداية الموسم بعد المطش المأولين رغاية مطش سموحة أو من مطش المأولين رغاية مطش سموحة في الأربع مطشات بطاعة الدور اللي هم كانوا متلحمين وراء بعض اللي كان فيه من روتاشن في الأربع مطشات يعني معدل فرصتين في مطش ده مش ضئيلة ده مش موجودة طيب نفس الكلام ده السنة اللي فاتت برضو قبل بداية الشامبيونز ديج طبعا أنا بش متذكر المنافسين دي كان اللي قابلهم احترامي الكامل يعني المنافسين الأهلي كان صنع عن دير محلية عن دير محلية طبعا بتكلم عن دور المحلي كان صنع 23 فرصة في أربع مطشات فإنت بتتكلم المعدل وصل اللي حوالي أربع مكسور أو خمسة من مكسور يعني أنت عايز تقولي أن كل اللائمة تقع على الروتيشن دي أقول جزء أنا أقول جزء والجزء التاني أن المنافسين اللي بيقابلوا الأهلي بقى فيه دراسة فبالتالي في حاجة اسمها محل الأداء السرق ألي معروف يعني لا يخفى على أحد ما هو بالزبط أنا فيه سواء السنية دي والسنية اللي فاتت وده طبيعي أنا فكر أنا بش بكلم بش بقلل أو بطلع الأمور السلبية أنا بنجتهد بنحاول نحط إيدينا على أماكن الخلل يعني برأينا المتوضع اللي فين الخلل فين ناس كتير بدون لك الإجهاد هو جزء يعني القصة كلها ما قدرش نسيبها للروتيشن ما قدرش نسيبها للإجهاد ما أنا بعمل روتشن عشان ما حسش بالإجهاد ما هو الإجهاد ينافر روتشن فبالتالي خلي بالك قالت الفكر المدرب قالت التنفيذ اللعيب فبالتالي اللعيب أو المدرب بيدي أفكار جودة الأفكار بتبان حلوة أو وحشة اللي بيخرجها بالبلد كده هو اللعيب لو اللعيب اللي موجود في الملعب كوالتي علي قوي وده مطالب يكون موجود في الأندية الكمة أهلي وزمالكم أخرتا فبالتالي لازم جودة الأفكار تبان قوي تبان بسرعة إن إحنا خلينا متفقين إن الأندية في مصر مش أندية مشاريع يعني بمعنى أصح مش حط أفكار تبان على المدى البعيد دي مش موجودة خلاص والجمهير مش هتنتظر كده خصوصا لأندية الكمة أهلي وزمالك فبالتالي كل الرميد دي أفكار والساس الرجاي محتاج جودة لعيبة في مركز معانا تظهر أفكار الأفكار موجودة والأفكار كتيرة إن المدير فني عنده خبراته سفيه بسم الله ما شاء الله حد شاء الله حرك لكن الجودة نفسها بتفرق في اللعيب ده بقى جزء أو ده اللي خليني أرجع لنقطة اللي أودت على حضرتك حطة الروتيشن الروتيشن بيتعمل طبعا أنا لا سمح الله مش أعدل على كلها لكن بنقل على المشاهد أو المضلول الواقع إنه بتعمل بطريقة مش مناسبة مع العناصر الموجودة فبالتالي انت مثلا سي بتطلع تلاتة نص الملعب بتغير اثنين فبيحصل لك خلل في نص الملعب نص الملعب ده العمود الفقري بتاع الفرقة النص الملعب ده اللي العامل الأساسي اللي بيخرج لك الكرة بنسيابية من خط الدفاع لخط الأمامي خط الأمامي لازم جودة لعيبة تقدر تكون لك المسلسات اللي كولر بيعتمد عليها بالجناح والظهير واللعيب بالرقم تمانية صق من احدين وحد شمال الأفكار موجودة لكن الجودة مش بتبان بمعنى صح ده جي شكل مثلا جابهة لعب من احد المين كرة تقطع سيمين اي ان كان اللي العيب الموجود عشان العنصر الأساسي المعتد على كده مش بتواجد فبالتالي تقول ايه فانت بتيجي تنقض اللعيب